طيب نرجع تاني لأخبارنا وكابتن محمد شوقي هيكون مدرب عام مع كالدوس كيروش في حال عودته لمنتخب مصر اتحاد الكرة اتفق على الاستعانة بكابتن محمد شوقي في منصب المدرب العام لو عاد كيروش مرة أخرى لتدريب منتخب مصر بجانب عسام الحضري مدربا للحراس بس المجلس مجلس اتحاد الكرة تحفظ على الاستعانة مرة أخرى بالكابتن دياء السيد بعد الانتقادات اللي واجهها كابتن دياء السيد لاتحاد الكرة في الفترات الأخيرة ده هيبقى الجهاز أو بعض الأسماء اللي في جهاز كالدوس كيروش لو عاد مرة أخرى لمنتخب مصر طيب ده بالنسبة لكالدوس كيروش